السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب اخباركم ايه هنكمل النهاردة في شابتر الكاربوهايدريتس كلمنا في الحصة اللي فاتت عن الكاربوهايدريتس وقلنا كاربو يعني كربون وهيدريتس يعني اذا هي C-H-O اتكلمنا ان الصيغة الكيميائية للكاربوهايدريت هي C-N-H-2-N-O-N يعني الهيدروجين كان ضعف الكاربون والاكسجين اتكلمنا عن تقسيمات الكاربوهايدريت وقلنا ان هي مونو سكرية جزء سكر واحد ضاي 2 وليجو من 3 لعشرة والبولي اللي هم اكتر من عشرة خدنا المونو ذات نفسهم وقسمناهم وقلنا ان المونو دول بيتقسموا قاعدتين في عندي قاعدتين الكاعدة الاولى عدد زرات الكاربون قلنا لو عندي السكر 3 زرات كاربون ترايوز بجيبوا الرقم وضيف اوز ترايوز 4 تيتروز 5 بنتوز 6 هيكسوز 7 هيبتوز رجعنا قسمناهم تاني وقلنا ان المونو سكرات بنقسمها على حسب المجموعة الوظيفية مجموعة الوظيفية الضايد قلنا عيلة الضوز فاكرينها اللي حطيتها في الجادول فوق والمجموعة الوظيفية كيتون بيبقى العيلة اسمها كيتوز اللي حطناها في الجادول تحت ورسمت لك جادول وقلت لك ان الجادول ده لازم بيجي منه سؤال في الامتحان وقال ليكم مثلا بيجيب لك سؤال اجابته ولتكن اجابته ريبوز بيجيب لك السؤال دائما يعني مش بيسألك عليه بصيغة واحدة بيسألك عليه بالكاعدتين يعني انا عارف ان ريبوز سكر خماسي في الامتحان بقى مش هيقول لك مين في دول خماسي لا هيصعبها لك شوية هيقول لك مين في دول خماسي ومن عيلة الضوز فبيسألك في الجادول من التقسمتين اللي احنا قلناهم عشان كده لازم تذاكر الكلام ده من الجادول اللي انا حطيته وبإذن الله تلاقي منهم سؤال في الامتحان النهاردة بنكمل في المونو ساكرايدز وبناخد حاجة اسمها بيولوجيكال امبورتنس اف مونو ساكرايدز بيولوجيكال امبورتنس امبورتنس يعني اهمية بيولوجيكال الاهمية الحيوية للمونو ساكرايدز طيب المونو ساكرايدز اللي معنا اللي هو اسمه الجولوكوز الجولوكوز ده شباب ده اللي انا بسميه الجريب شجر يعني ايه الجريب شجر يعني سكر العنب سكر ايه العنب طيب مش موجودة عندك في الكتاب بس اعرفها ان الجولوكوز بحرف الجيه هو الجريب شجر اللي هو سكر العنب طيب اللي موجودة في الكتاب ودايما بيحبوا يجبوها في الامتحانات ان الجولوكوز ده شباب بيسموه البلد شجر ويعني ايه البلد شجر يعني سكر الدم سكر ايه سكر الدم ليه يا شباب الجولوكوز بسميه سكر الدم قال لي والله اه الجولوكوز يا شباب معجل كده كده بتشيك كده عشان ايه شوفوا ليه عروسة كده ولا حاجة البلد شجر يا ولادي تمام البلد شجر اه السكر اللي بيمشي في الدم دايما بيكون سكر الجولوكوز اشمعنا دكتور هقول لك يا سيدي انت بتاكل كل انواع السكر دي انت بتاكل فراكتوز وجالكتوز ومنوز وريبو كل حاجة انت بتاكلها وبتدخل دمك ولكن كل هذه المونوسكرايز دي بتجري على الكبد تروح عند الكبد ولما تروح الكبد يا ولاد الكبد بيحول كل المونوسكرايز دي الى حاجة واحدة الجولوكوز ثم الجولوكوز ده هو اللي بتدي يطلع من الكبد ويمشي في الدم اذا من السكر اللي بيمشي في الاخر في الدم هو سكر الجولوكوز علشان كده بيسموه سكر الدم حتى لما تلاقي مريض سكر ولا حاجة وتلاقيه يقول له عايز ايس السكر لو فيه يعني حد يفهم شوية بيقول له ايه روح اسلي البلوت جولوكوز تمام السكر اللي في الدم هو الجولوكوز تمام كده طيب تعاكده نشوف الجالكتوز الجالكتوز زاكر زاكر بالعرب كده يقول لي يصنع زاكروا اكتب جانبه كده بالعرب يصنع في الممر جلاند جلاند يعني غدة طب ايه ممر جلاند الغدة المسؤولة عن افراز اللبن الغدة المسؤولة عن افراز اللبن يبقى يجيلك في الامسك يقول لك مين في دول يصنع في الممر جلاند اختار جالكتوز وانا مغامل طيب ليه بيصنع في الممر جلاند تعال اقول لك وده عليك برضو الجالكتوز تصنع في الممر جلاند حاله بعد ما تصنع بقول لك يروح يمسك في جزيء جولوكوز يمسك في جزيء ايه جولوكوز فاكر لما كنت بقول لك ده مونو وده مونو وممكن الاتنين يمسكوا في بعض علشان يكونولي ايه يكونولي ضاي صح اقول الاتنين هيمسكوا في بعض علشان يكونولي ضاي سكرية اسمه لاكتوز اسمه لاكتوز طيب لاكتوز ده شباب بيسموه الملك شجر ويعني ايه ملك شجر يعني سكر اللبن سكر اللبن يبقى اعايز افهم دلوقتي اعايز افهم ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة بيعملها بحكرة خلى الجالكتوز يصنع في الممر جلاند الغده المسؤول عن افراز اللبن ليه علشان يمسك في جا في الجالكتوز يمسك في ايه في الجولوكوز فيديني ايه اللاكتوز اللي هو سكر اللبن اصلا سبحان الله تمام دايما كل ما تدخل في العلم كده تقول سبحان الله وتكشف يعني ان الخالج ده حاجة كبيرة جدا خلى الجالكتوز يتم تصنيعه في الممر جلاند علشان يمسك في جولوكوز فيديني اللاكتوز اللي هو سكر اللبن طيب عندي دلوقتي المنوز المنوز عايزك تعرف انه بيبقى موجود في حاجة اسمها جلايكو بروتينز طب يعني ايه دكتور جلايكو بروتينز هقولك جلايكو دي يعني كاربوهدريت اذا كاربوهدريت اه هذه الكاربوهدريت ممكن تروح تمسك في بروتينز تمام فقالك الكاربوهدريت اللي تمسك فيه بروتين كاربوهدريت يعني جلايكو وبروتين بروتين فتبقى اسمها جلايكو بروتينز قالك بقى ان السكر اللي دايما يحب يمسك فيه البروتين هو سكر المنوز ازاي انت سؤالي اللي امتحان عليها من السكر اللي موجود في الجلايكو بروتينز هقوله ايه هقوله المنوز طيب الفاركتوز بحرف الاف يبقى برضه بحرف الاف يوجد في الفروت شجر هو السكر الفكهة وسكر ايه الفكهة طيب ودي مش مهمة قوي ايه المهمة بقى ودائما نيجي في الامتحان يقولك يوجد في السمن بيسموه السمن شجر ايه السمن دا بقى شباب عندي حاجة اسمها السمن الفلويد ايه السمن الفلويد يا حبايبي ليه السائل المنوي السائل المنوي ما لقى السائل المنوي أقول لك السائل المنوي غني جدا بالفراكتوز طيب ليه يا دكتور هقول لك ليه كل حاجة ربنا يجعلها بسبب وأنا هفهمك ليه علشان أولاد أي خلية في جسم الإنسان تجيب طاقتها من جولوكوز ما عدا ما عدا حيوان المنوي حيوان المنوي لما بيعوز يجيب طاقته بيجيبها من الفراكتوز علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل السائل المنوي غني بالغذاء بتاعه غني بالغذاء اللي هيحتاجه الحيوان المنوي فخلى السائل المنوي غني بمين بالفراكتوز إざ핑 نقول لك مين الشجر مين السكر اللي موجود في السمن الفلاويت هقوله الفراكتوز مين السمن شجر برضو الفراكتوز تمام طيب الريبوز الريبوز ده بحرف ايه بحرف الر ده موجود في الحامد النوي الر ن اي موجود في الحمد النوي الر ن اي يبقى الر مع الر طيب الدي اكسي رايبوز ده بحرف د ده يوجد فيه الحمد النوي د يبقى الايبوز مع الر ن ايه والدي اكسي رايبوز مع الد ني. طيب الانوسيتولмотря ل subway ده مو della موجود في العضلات. الانوسيتول موجود في العضلات. عضلات يعني ايه? مصل. فبسمينه مصل شجر. سكر العضلات. تمام يا شباب? السلايد دي مهمة جدا في الامتحان الامسكيو. الجلوكوز قلت عليه ايه? قلت عليه جريب شجر. قلت عليه بلاط شجر. بعده الجالكتوز قلت عليه ايه? يصنع في الماماريجلاند. من السكر اللي بيصنع في الماماريجلاند? جالكتوز. طب الجالكتوز بيصنع في الماماريجلاند ليه? علشان يمسك في جلوكوز فيتكون لكتوز. طيب خدت بعد كده مين? ماننوز. قلت بيوجد فين? في الجلايكو بروتين. يوجد فين في الجلايكو بروتين. خدت بعد كده الفاركتوز. فاركتوز بحرف الف في الفروت. تمام? وقلت اهم حاجات اعرفها فيه انه موجود في السمن. بيسموه السمن شجر. السكر بتاع السائل المنوي. عشان يغزل حيوانات المنوية. بعد كده قلت ريبوس بحرف الار تبقى في الار ان ايه? طب ده اكسي ريبوس بحرف الدي تبقى دي ان ايه? اخر حاجة اينوسيتول. افتكرني كده وانت في الامتحان اينوسيتول. اينوسيتول. يبقى الانوسيتول ده بتاع ايه? بتاع العضلات. تمام كده شباب? طيب. تعال كده ننتقل لحاجة جديدة? هناخد الخواص الفيزيائية. الخواص الفيزيائية للموسيقرات. او الخاصية بقول لي عندي مصطلح اسمه اسمتريكال كاربون اطوم. اسمتريكال كاربون اطوم. او ممكن اسمها اسمتريكا. من غير الاي ال. هي هي. اسمتريكال او اسمتريكا عادي. طيب. ايه هي الاسمتريكال كاربون اطوم. قال لي الاسمتريكال كاربون اطوم هي كربونا متصلة باربع مجموعات مختلفة. كربونا متصلة باربع مجموعات مختلفة. تم تاعي كده معي? ركز كده في المركب ده. تعال كده في المركب ده كده. ده كده 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 كده. تعال كده ركز معي في المركب ده. انا قلت في التعريف بتاعها هي كربونا متصلة باربع مجموعات مختلفة. تمام? طيب. لو انا جيت ابص على الكربونا دي. ده هلاقي هنا اتش وهنا اتش. طب ينفع. ده مش اربع مختلفين. يبقى دي ما تنفعش. طب بصري على اللي فوق. اذا كربونا ها. ده اصلا مش متصلة باربعة. ده واحد. ابنين وتحت تلاتة. لان في دابل بوند فهي مش متصلة باربعة اصلا. اذا دي برضو ما تنفعش. طب بصيلي على دي بقى. بصيلي على الكربونا دي. دي كده كده كده. الكربونا دي من احيانة او اتش. ماشي. ومن احيانة اتش. ماشي. ومن فوق المجموعة دي كلها. تمام? ومن تحت المجموعة دي كلها مجموعة مختلفة عن اللي فوق خالص اه. اذا ديت متصلة باربع مجموعة مختلفة اه. اذا الكربونا دي يا شباب ينطبق عليها القعدة. اذا الكربونا ديت اقدر اقول عليها ان هي ايه? ان هي اسيمتريك كربون اطوم. يبقى الاسيمتريك كربون اطوم لما اجي ادي لها تعريف. هاعرفها ازاي حبيبي? هقوله والله هي كربون. هي كربونا. اهي? كربونا. متصلة بيه? متصلة بيه يعني اتشت تو. متصلة بيه بقى? اربع مجموعة مجموعة مختلفة. يبقى ايه? اسميها اسيمتريك كربون اطوم. طيب. الاسيمتريك كربون اطوم ديت يا شباب. بيقول لي ان هي دايما بتقسم المركب بتقسم المركب لحاجة اسمها دي وحاجة اسمها ال. يعني ايه? يعني انا عندي مركب واحد واحد مركب واحد. ولي يكون الجليسرالضايد اللي مكتوب ده. يقولك فيه دايما جليسرالضايد دي وفيه جليسرالضايد ال. يعني فيه منه اتنين واحد دي والتاني ال. طيب. كيف استطيع معارفة حلوة اللغة العربية دي? كيف استطيع معارفة هل هو دي ام ايل? قال لي سهلة خالص. حتة الدي والال اكتب نوة الكربونة قبل الاخيرة. الكربونة قبل ايه? قبل الاخيرة. قالك اروح على الكربونة قبل الاخيرة. وهي اللي بعرف من خلالها السكر دي ولا ايل? طيب. هاجع الكربونة قبل الاخيرة. اذا الاخيرة ايه? فين قبل الاخيرة اهي? دي قبل الاخيرة. طب انا وصلت لها اعرف ازاي هي دي ولا ايل? قال لي ابص على الو اتش. ابص على الو اتش. الو اتش نحية اليمين ولا نحية الشمال? هنا لقيتها نحية اليمين. قال لك ما دام لقيت الو اتش نحية اليمين? تمام? يبقى ده الدي. يبقى الدي اللي الو اتش بتاعته نحية ايه? اليمين. طيب ال ال ما اقول ال ما اقول ال ما الفت صح? ال ال يبقى ايه? اليسار. اكتبها العكس. دايما انا ما تلاقي في مقارنة اعرف واحدة والتانية عكسة. ما تذكرش الاتنين عشان ما تطلق باش. تذكر حاجة والتانية عكسة. خليك ناصب. يبقى ادي نحية اليمين. يعني لو جيت هنا اهو. عايز اعرف ده دي ولا ايل اعملها ازاي? اروح على الكربونة ان ايه? قبل الاخيرة. الاخيرة هي? يبقى دي قبل الاخيرة. ابص على مين? ابص على الو اتش. لقيتها نحية ايه? لقيتها نحية اليسار. قلت لك اليمين دي يبقى اليسار ايه? ال. وعلمها في دماغك ان اليسار ال ال ديت ايه? يعني ليفت اختصار ليفت صح? طيب. يبقى الديفينيشل اخدناه. خدنا اجزامبل. قلنا والله ممكن تقوله ايه? الجلسرة لضعاية. جي سؤال في امتحان قبل كده يا شباب. وهذا السؤال السؤال كان في طب المنصورة. ويعني الكلام ده بقى له تلات سنين تقريبا يعني. ويعني بفضل الله يعني دفعة من كامل الف وتبنموط طالب قول مئتين طالب اللي حلوا الطلبة بتغير. كانوا عني. محدش حلوا تاني. ان هذا السؤال ما كانتش موجودة اصلا في الكتاب او قال عني حاجة في الكتاب. قال له في السؤال مين الريفرانس شجر? مين الريفرانس ايه? شجر? انا ديت بعرفها للناس الاوائل الناس اللي مش ناوية تخسر ولا نص درجة. واصلا اصلا يعني عيب تبقى تاخد عيب عيب جدا تاخد بايك مستري مع اشرف البرعي وتخسر درجات في البايك. عيب جدا. تمام? طيب لان انا بعمل كل اللي عليها معك. كل اللي عايز اونلاين بدك اونلاين. عايز اسئلة اديك اسئلة. عايز حصة الصبح اديك. حصة بالليل اديك. اللي انت عايزه مش حارب حد من حاجة. طيب. ايه بقى موضوع الريفرانس شجر? قال لك الريفرانس شجر ده يعني افضل سكر احدد من خلاله الدي والال. قال لك الاجابة الجلسرالضايد. الاجابة الجلسرالضايد. اش معنى? قال لك اصل الجلسرالضايد انا ببص كده. بلاقي هي كربونة واحدة اللي ينفع فيها او او اتش و اتش. تمام? هي كربونة واحدة اللي اقدر من خلالها يا اولاد. اللي انا حدد السكر اللي قدامي ده اقول عليه دي ولا ايه? لان طبعا اول كربونة ما بتنفحش والاخر لا بتنفحش دايما. فانا ببص على الفلوسط. فهنا لما بتبص على الفلوسط بتلاقي كربونة واحدة. عكس مثلا لو رسمت لك جلوكوس ستة كربونات. فانت مش هتعرف تلقطها من العين المجردة كده. اللي هي ما فيش غيرها. ده في غيرها كتير. فلازم بتضطر تروح تعد وتروح الى ما قبلها الاخيرة. صح? الاخيرة وبعدين تجيب اللي قبلها. انما ده بتبص كده بالعين المجردة بتشوف الكربونة اللي بتحدد من خلالها. مش شرط تعد. ده ما فيش غيرها اصل. صح? هي الوحيدة اللي في الوسط. عشان كده قال لك نسميه الرفرنس شجر. سؤال سؤال يعني ما يعني حاجة يعني يهودي. تمام حاجة ولا تخطر على البقى. قديني قلتها للأوال. تمام? طيب. كده قلت يا شباب الاسمتريك كربون اطوم. وقلت كل حاجة فيها. الاسمتريك كربون اطوم. اخر مرة هقولها هي كربونة متصلة بايه? فور ديفرنت جروب. طيب. الرفرنس شجر اللي هو ليسرها لاي. ادينيا يا سيدي مثال كده عن ال ال ا ا ال ال الل وتراك لو. او اج نحية اليمين يبقى دة د. طب لو نحية اللي صارت يبقى ده ال ال. طيب. السؤال امتحانات بقى ودي اخر حاجة نختم بقى في العلوان ده. من السكر الوحيد في الكارب einen الياحة الجاربات السكر ده شباب قدام اهو اللي هو الضاي هيدروكسي اسيتون الضاي هيدروكسي اسيتون بص حبيبي عشان ما توجهش دماغ دايما الكربونة الاولى والاخيرة ماينفعوش اطلاقا ان هم هيبقوهم اسيمترك لان فيه ايه 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 ماينفعش مافيش اربع مختلفين يعني بالعين مجردة كده طلحهم من حساباتك يتفضلي من في الضاي هيدروكسي اسيتون الكربونا ده ده اصلا الكربونا دي مش متصله بربع ده متصله بتلاته لان فينا ايه ايه رابطة مزدوجة اذا برضه ديت ما نفعتش اذا السكر ده هو الضاي هيدروكسي اسيتون ده السكر الوحيد الذي لها يحتوي على اسيمتر الكربون اطوأ يبقى ديكتب عليها كده mcq مهم ده لا يحتوي على Asymmetric Carbon Atom اسمه ايه بقى تاني كده دايا هيدروكسي ازوتون يحبوها قوي في الامتحان يحبوها جدا 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 خاصة بطوع جامعة الزقزيق وفقص يحبوه السؤال ده قوي في الامتحان فهقول له الاجابة ايه دايا هيدروكسي ازوتون طيب كلام جميل تعالى بقى كده نشوف تعريف جديد اسمه الاستيريو ايزومارز الاستيريو ايزومارز او يسموها استيريو ايزومارزم اي حاجة عادي الاستيريو ايزومارزم قال له انا عندي مركبين بيعمل ما بينهم مكرنة المركبين دول يا شباب قال لي ليهم نفس التركيب الكيميائي يعني ليه يعني ليهم نفس التركيب الكيميائي يعني اللي اتنين وليكن سي ستة اتش اتناشر وستة المركب الاول لما شوف التركيب الكيميائي بتاعه الايه كده والمركب التاني برضه الايه كده نفس التركيب الكيميائي يبقى اول حاجة في التعريف بتاعها هقول ان هما هاذ زاسيم يعني نفس زاسيم ايه بقى زاسيم استيراكشرا فورملا يعني نفس الصيغة البنائية اللي هي الكربونات ستة الهايدروجين اتناشر ال او ستة تمام ايه وما يختلفه في ايه يا دكتور اقولك يختلفوا ف ايه كمل التعريف يختلفوا في ايه؟ قال لي يختلفوا في حاجة اسمها CONFIGURATION يختلفوا في حاجة اسمها CONFIGURATION ايه بقى CONFIGURATION ده؟ الكلمة المكالبصة العجيبة دي CONFIGURATION يا شباب يعني التوزيع الفراغي حوالين الكربون يعني ايه؟ يعني ده او تمام هو ست زرات كربون وكل حاجة او تمام وده برضو ست زرات كربون وكل حاجة او وبرضو بيبقى فيهم الOHات والHات وكل حاجة يعني كل حاجة تمام الاختلاف ايه شباب؟ تلاقي واحد من ده مثلا الOH بتاعته يمين؟ والH شمال تلاقي التنى عكسه مثلا؟ ازا بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في التوزيع الOH والH كلمة دي بيسموها ايه في الكيميا بيسموها CONFIGURATION بيختلفوا في التوزيع حوالين الكربون تمام يا شباب؟ طيب تعا بقى ناخد انواع الستاريو ايزمارس وطبعا منهجك مش عليه كل الانواع الانواع اكتر من اللي انا هقولها بكتير تمام؟ اللي عايز ايه حاجة تانية اتكلمني وانا اعمل له فيديو ابعتها لهو حبيب يتوسح في البايك ميستري عايزين تبقى اعلانة يعني ولا حاجة طيب تعال نشوف الابي مارس تعال نشوف يا حبيبي كده حاجة اسمها الابي مارس الابي مارس دول يا شباب قال لي انا عندي السكريات ديت وبص بقى كده معيه اول سكر ده هو بلاقي ان بتاعته ناحية اليمين معده ادى الكربونة واحد اتنين تلاتة بلاقي الاوتش بتاعت التالتة بلاقي شمال تمام؟ طيب الباي كل يمين عادي طب تعال هنا كده بلاقي ادى واحد اتنين تلاتة بلاقي التالتة شمال طب انزل عدة تحت كده كمان الرابعة كمان شمال طب تعال على ده هو كده شوف لي من اللي شمال ادى واحد ادى اتنين يبقى التانية شمال والتالتة كمان شمال يبقى المركب ده هو شباب ده هنا ايه التالتة شمال التالتة وبس التالتة وبس طيب التالتة شمال زي الاهل اللي عارف الاهلي طب هنا بقى هنا التالتة والربعة طيب هنا ايه هنا التالتة شمال والتانية شمال بص بقى حبيبي زمان كنا بنحفظ المركبات ديت للطلبة ده في النظام الطب الالين في النظام المطور الكلام ده معلكش انك تحفظ الكربونات وترسموا الكلام ده بس على الاقل لازم تبقى عارف ان السكر اللي الاوتشاد سكر السوداس اللي الاوتشاد كلها مين معدد تالتة وبس شمال ده حبيبي اللي بيسموه سكر الجلوكوز بيسموه ايه بيسموه سكر الجلوكوز طيب اللي هو التالتة والربعة ده اللي بيسموه الجالكتوز طيب اللي هو التالتة والتانية ده اللي بيسموه منوز منا منوز طيب تعالى بقى كده اقولك ايه هي الابمر بس خليك عارف ان الجلوكوز التالتة شمال والتالتة وبس والجالكتوز التالتة والربعة والمنوز التالتة والتانية تعالى اقولك ايه هي الابمرز الابمرز يا عزيزي اعمل لك بقى زي الوضع الدحيح يا عزيزي الابمرز دول عبارة عن كربونتين مش بعرف اه ابقى فيك والله في الصرح فخليني في طبيعتي مش عايزة ابقى دحيح ولا عزيزي انا العلامة اصرف البلع يا ولا تعالى اصرح لك بطريقة بلا دحيح بلا زيبت الابمرز يا شباب قال لك والله ان انا عندي مركبين عندي ايه مركبين المركبين دول بيختلف في التوزيع الفراغي Ashland One Carbomb atom Ashland One Carbomb atom يعانى حاولين كربونا واحده واحده يعانى ايه يعانى يختلف هذا الاختلاف بيبقى في كربونا واحده يعانى لو القرنت جولوكوز بهجالكتوز ... بيبقى الاختلاف الوحيدو في辰 ه هذه الان مثل الوحيد في 3 شمال انا ثلاث شمال الاختلافي عزيزي يبقى هنا وقتلك الاختلاف هيبقى هنا كده ان الرابعة هنا شمال انما الرابعة هنا ايه يمين تمام يبقى دلوقتي المركبين دول اختلفوا في التوزيع الفراغي حاولين كربونا واحدة اللي هي كربونا رقم اربعة اذا المركبين دول اقول عليهم ابمر اذا في الامثلة في الامثلة والله هقول ان الجالكتوز سيب فراغ بس كده عايزوا حاجة هو ابمر اف جولوكوز الجالكتوز ابمر ده الجولوكوز صحي كده انا سيبت فراغ ده ليه عشان لما يجي في السؤال يقولك ابمرز عند الكربونا رقم اربعة يبقى انا هقول عليه ايه هقول عليه ان هو سي فور ابمر اف جولوكوز طيب تعال نعمل مقارنة ما بين حاجتين تانيين تعال هنعمل مقارنة ما بين الجولوكوز والمنوز ايه الاختلاف ما بين الجولوكوز والمنوز الكربونا رقم والله الثالثة اشمال ما هنا اشمال برضو عادي الوحيدة اللي فقى اختلاف ده ايه التانية التانية هنا بلاقي لقيتش مين هنا بلاقي لقيتش ايه بلاقي لقيتش شمال يبقى اللي اختلاف هنا الاختلاف التانية كمان تمام اذا ممكن المنوز يبقى ابمر للجولوكوز برضو صح كلام صحيح يبقى قول ان المنوز المنوز ابمر اف جولوكوز بس اقول سي كان بقى يا ولاد الاختلاف هنا دلوقتي الاختلاف عند سيتو يبقى الاختلاف عند الكربونا التانية اذا هو المنوز سيتو ابمر اف الجولوكوز طيب كده انا فهمت ابمرس بالامسي يبقى يبقى تعابي لو انا عايز ادي تعريف لو انا عايز ادي تعريف هقول له ايه في التعريف لفهم بيرايح هقول له في التعريف انه كمانت يا ابمل اونت يبقى لو انا عايز ادي تعريف للأبمرس من اللي انا فهمت كده اقول ايه اقول والله ان ابمرس دول عبارة عن يبقى draußen المركبات بيختلفوا فيه اللي هو التوزيع الفراغي شد خط على الكلمة اللي اكتبها دي يعني حول كربون واحدة. اذا دلوقتي تعريف الابمرس يا ولاد. تعريف الابمرس. حصل تغيير تغيير حوالين ايه حوالين كربون واحدة. السؤال في الامتحان بيجي ازاع الابمرس. اول حاجة بيسألك بالتعريف. يجيب لك في الاختيارات كلمة ابمرس هو بيسألك عليها بالتعريف بتاعها. يقول لك اه اه اختار ابمرس. تمام? طيب. في حالة وحيدة مش بختار ابمرس بختار انمرس. هعرفها ايمتى? عرفها دلوقتي لمشروع اللي انا برسم. تمام? طيب. السؤال التاني بيجي لك مش اقول لك ارسمو الكلام ده. السؤال التاني بيجي ام سي كيو برضو. يقول لك الجالكتوز ده الجالكتوز. ده الجلوكوز ابمر عندي سي كان. اختار سي اربعة. او يجيب لك بالعكس يقول لك سي اربعة ابمر اف الجلوكوز. يبقى هو الجالكتوز. تمام? طب سي اتنين ابمر اف الجلوكوز. ديبقى هو المنوز. تمام? ازا الجلوكوزئية ديت. لازم تبقى عارفها زي اسمك. دي دايما بتجي في الام سي كيو. بس هما دول طريقة الاسئلة اللي بتيجي عليها. اما في التعريف او في الجزئية دي. تمام? طيب. ناخد اخر حاجة. اللي هي الانومارس. الانومارس. طيب. ايه بقى الانومارس. برضو مركبين. نفس المركبين جلوكوز. بس يقول لك فيه واحد منهم اسمه الفا. والتاني منهم اسمه بيتا. ما هو الفا عكسها ايه? عكسها بيتا. بعرفوا ازاي دكتور الجلوكوز او ايا كان السكر اللي قدامي هو الفا او بيتا. قال لك سهلا خانص. ده السكر في الشكل اللي هو الشكل السلسلة. انما ده السكر في الشكل الحلقي. تمام? وانت مش عليك ترسم ولا سلسلة ولا حلقي. انا رسمه لك بفاهمك من عليه بس. بقولك والله لو انا رحت لقيت في الشكل اللي هو السلسلة ده. لو لقيت الو اتش نحية الشمال يبقى السكر بتاعي بيتا. طب لو لقيت الو اتش كده نحية اليمين يبقى الفا بقى العكس. يبقى اول حاجة في البيتا ليه ايه? شمال. يبقى اللاقه لو اتش شمال يبقى ده بيتا. طب لو سكر يا دكتور سكر حلقي مرسوم في شكل حلقة. بروح على الانومور الكربون انا دايما اللي بيحدد الانومور الكربون الانومور الكربون اللي هي الكربونة رقم واحد في القلدوز او اتنين في الكيتوز. انا هنا هروح عند رقم واحد او ده القلدوز هبص عند رقم واحد. والله لو لقيت الو اتش نحية فوق. يبقى ده برضو ايه? يبقى ده برضو بيتا. يبقى البيتا الحالة التانية لو سكر حلقي يبقى الو اتش فين? لفوق. طيب. لقدر الله لقيت الو اتش التحت. يبقى ده ايه? الف. تمام يا اولاد? يبقى انا دلوقتي فهمتك. البيتا بتبقى الفوق. ولو سلسلة بتبقى شمال. شرحت لك السلسلة حاجة اضافية. بس الاساسي لازم تعرف ده اساسي. بس حرافة كلها. سهلة. البيتا شمال او ايه? البيتا شمال او فوق. البيتا شمال او فوق. طيب. لو انا عايز ادي ديفينيشن ليه? الانومورز هقول ايه على الانومورز? هقول والله ان هما توزيع الفراغي للزرات ايه? هي حوالين كربونا واحدة ولكن كربونا مخصصة واللي هي كربونا رقم واحد في الالدوز او كربونا رقم او اتنين في الكيتوز اللي انا بسميها انوموريك كاربون. بسميها ايه? انوموريك كاربون. يبقى لو جابلي في الانتحان قال لي مركبين بيختلفوا حوالين كربونا واحدة وسيكت. مدام سيكت يبقى ايه بمر? طب كربونا واحدة بس الكربونا ده هي هي الانوموريك كاربون. هي الكربونا رقم واحد بتاع الالدوز او اتنين بتاع الكيتوز اللي هي بسميها انوموريك. مدام قال انوموريك اختار انو مرز. ما بقول انوموريك اختار انو مرز. هتشغل الدنيا سهلة بسيطة. البيو حلوة. البيو حلوة مع العلامة الانوموريك اختار انو مرز. قال الكربونا واحدة وسيكت ايه بمرز? قال انوموريك انو مرز. كربونا واحدة وسيكت ايه بمرز? البيو حلوة ايه? البيو جميل? طيب كده شباب ده تعريف. طبعا الالفا مش بزاكرها بقولي العكس. اي مقاردة عن وتك تحفظ حاجة واحدة والتانية ايه? عكسة. يبقى البيتا لو لقيتها شمال الوتش شمال او فوق. والالفا عكسة. تمام يا شباب? طيب. بقول لك يا شباب في تعريف اسمه اخر حاجة ميوتا روتيشن. ايه بقى ميوتا روتيشن ده. ميوتا روتيشن بقول لك السكر الالفا عمان يتحول لبيتا والبيتا عمان يتحول لالفا. تمام? طب ده داخل ايه? ده داخل المحلول. يعني انا لو عندي جزء جزء او او انا اسف انا عندي ازازة مسلا حاطت فيها شوية سكر جلوكوز. قالت تلاقي ان الازازة ديت ستة وستين في المية من محتويتها بيبقى الجلوكوز بتاعها البيتا جلوكوز. طيب و تلاتة و تلاتين في المية بيبقى الالفا جلوكوز. و واحد في المية فقط بيبقى السلاسل اللي هي دي. تمام؟ بيبقى تشين. يبقى انا دلوقتي يا ولاد انا دلوقتي ايه هو الميتا روتيشن? ان البيتا عملت تحول لالفا والالفا عملت تحول لبيتا. اللي انا خلصنا المحاضرة ديت في البايو. و نلتقي الى محاضرة جديدة بازن الله. كان معكم العلمة اخوكم الاكبر دكتور اشرف البرامة.